شرعت قطعات من فرقة المشات الخامسة ممثلة بالفوج الثالث لواء المشات العشرون وفوج الاستقلاع والاتصالات والحجد العشائري بعملية بحث وتفتيش واسعة عن خلايا عصابات داعش الإرهابية في بساتين وزور قرية الإصلاح في ناحية جلولاء وأشرف على تنفيذ العملية قاءة فرقة المشات الخامسة والتي أسفرت عن العثور على مجموعة من العبوات الناسفة بالساعة 700 من هذا اليوم شرعت قطعات الفرقة الخامسة المتمثلة بالواء المشات العشرين بتطهير منطقة الإصلاح وهذه المنطقة عبارة عن بساتين وحقيقة مكتظة بالأشجار وتطهير هذه المناطق وخلال التطهير تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي تم فتح نقاط لغرض إدامة الأمن في هذه المناطق والحمد لله والشكر انتهت العملية بنجاح فعل جهد هندسي رافق تنفيذ العملية بفتحه للطرق وإزالة العبوات الناسفة ومسح المنطقة المراد تفتيشها بالكامل من خلال كتيبة الهندسة جنود سرايا سرية المعالجة بتفتيش الطرق في منطقة الإصلاح لغرض توفير الأمان للأهالي لأصحاب البساتين وأثناء التطهير تم العثور على ثلاث عبوة تم رفعها وتفكيكها من قبل عناصر هندسة الميدان الفرقة الخامسة قام اللواء المشات العشرون والقطعات الملحقة به بتنفيذ واجب تفتيش وفتح الطرق ضمن منطقة الزور قرية الإصلاح وقرية أم الحنطة وقد تم العثور أثناء التفتيش على عبوات ناسفة مزدوجة وأيضا تم فتح طرق ضمن منطقة الزور لتسهيل مهمة دخول القطاعات وتأمين المنطقة من عصابات داعش الجرامية المواطنون أشادوا بدور الجيش العراقي والقوات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب وتسهيل دخول الفلاحين إلى البساتين لجني محاصيلهم الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم نشكر القوات الأمنية وخاصة على رأس هلواء العشرين الذي قام بفتح الطرق لنا من العبوات وفتح الطرق المدغلة ونشكرهم جزيل الشكر التعاون موجود بين الحشيد وبين الجيش لمطارد الداعش في منطقة الشيخ بابا بالذات قرية الأصلاح التعاون الحمد لله والقوات الأمنية ما مقصرة وقوات الأمنية متعاونوا إيانا وإحنا متعاونين إياهم وبدأت العملية إن شاء الله مطارد الداعش إن شاء الله إن شاء الله المنطقة ستكون آمنة بالأيام المقبلة إن شاء الله من زور الإصلاح في جلولاء لإعلام مزارة الدفاع صباح الخز علي